بدورها وصفت إيران هذه العقوبات الأمريكية على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ومنظمتين الأبحاث بزعم استخدامها في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية وصفتها بأنها غير مؤثرة ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير الخارجية محمد جواد طريف قوله إن الأمريكيين أدمنوا العقوبات وإن هذه العقوبات غير مؤثرة بالمرة وكان بيان وزارة الخزانة الأمريكية ذكر أمس أن الوزارة رفرضت عقوبات على وكالة الفضاء ومركز أبحاث الفضاء ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية الإيرانية